أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي حرص مصر على دعم الاتحاد الإفريقي وأجهزته المختلفة والانخراط من خلال عضوياتها في مجلس السلم والأمن الإفريقي لتعزيز بنية السلم ودعائم الاستقرار في أنحاء القرى وخلال اللقاء عقده مع مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بانكولي أديوي استعرض وزير الخارجية الخطوط العريضة لبرنامج الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن خلال أكتوبر عام 2024 والفعاليات التي تعتزم مصر تنظيمها